بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن عطل المهمة قوي في التلاجات النوفرست وهو التبريد الضعيف أو عدم التبريد تحت في الكبين وده بيكون لسببين السبب الأول يكون نقص فريون محتاجة تتشحن أو خلل في دائرة النوفرست في حاجة في الدائرة بتاع النوفرست بيزة ازاي اول حاجة نعرفها ازاي نعرف هي نقصة فريون ولا محتاجة تتشحن ولا مش محتاجة اول حاجة بنعملها عشان نختبر بنشيل الوش اللي هو بيبقى هنا في الفريزر لما نشيل الوش دوت بيبان عندنا الكويل ده ده الخاص اللي بيبقى عليه التلج تمام نخلي التلجة شغالة ونشوفه هل هيشمع تلج للآخر هنا زي ما انتم شايفين كده دي علاجة تلج دي علاجة تلج دي علاجة تلج تلاتة دولار لسه طبعا هو لسه تتغل خمس دقائق أو عشر دقائق هينزله تحت تلج لو استنينا نص ساعة وفيه بس اتنين أو اربعة أو تلاتة وتحت ما وصلش تلك يبقى كده على طول التلاجة محتاجة شحن فريون تمام يبقى احنا كده عارفنا شحن الفريون ازاي لازم الكويل ده لحد اخر مصورة في الفريزر تكون مشمعة تلج كسا طبعا بنقفل المروحة وبنشوف او هي شغالة ممكن بنشوفها يوصل للاخر وراءة لما وصلش للاخر يبقى اكيد محتاجة شحن وصل للاخر تشميع التلج اللي احنا شايفينه دوت في الاول وصل لاخر مصورة يبقى كده خلاص التبريد ضعيف مش بسبب ننص الفريون بسبب تاني في دارة النفرس ايه هي دارة النفرس دارة النفرس تعبار عن المروحة الشغالة دي بنتأكد ان هي شغالة ولا لأ طبعا هو في زرار هنا في التلاجة ديات لما الباب بيفل بتشتغل لوحدة او السيرمو ديسك اللي بيكون هنا ده المسؤول ان هو يشغل السخان او بيقولوا عليه حساس تمام تالت حاجة السخان يكون تحت هنا السخان لو هو ازاز من نوع الازاز زي تلاجات توشيبة او الليكتور استار بنشوفه مقصور ولا سليم تمام سليم والسيرمو ديسك طبعا لازم فني يختبره تمام لو سليم والسيرمو ديسك سليم يبقى المروحة شغالة يبقى كده تمام الدائرة تمام في حاجة تالتة اللي هي الصرف الصرف لما يكون مزدود ما بيقدرش يدخل هوا بارد للكبينة تحت لازم نتأكد من الصرف سالك ولا مزدود بنتأكد ازاي بنجيب مية سخنة بنحطها هنا تحت الكويل دوت بنشوفه المية ديت هل نزلت في الكبينة ولا واقفة مكانها ولا نزلت تحت المطور في الطبق اللي تحت المطور اللي فوق المطور تمام؟ لو نزلت فوق المطور يبقى كده الصرف تمام ما نزلتش فوق المطور لازم الصرف دوت يتسلك بنفضل نحط مية سخنة لحد اما التالك يسيح والمية تنزل تحت عند الطبق اللي هو مطور يبقى احنا كده سلكنا تمام بقى ما فيش اي مشكلة يبقى احنا كده النهاردة نعرف ازاي نعرف نقص في ريون ولا لأ نشوف تشميع التالك ده كامل ولا لأ طبعا هو كده تلاتة فاضل اربعة تحت نستنى وقت تاني نشوفه ما هيكملوا ولا لأ ما كملوش يبقى نقص في ريون كملو يبقى كده تمام التلاجة مش محتاجة شح يبقى مشكلة تانية نشوف الصرف الصرف سالك يبقى كده تمام لو الصرف سالك يبقى ما فيش مشكلة لو مزدود نسلكه مشكلة التالتة اللي هو حساس السخان او السرمو ديسك والسخان نفسه نتأكد انه هم منسلام وتمام يبقى كده نحل المشكلة بتاعة عدم التبريد او التبريد طعيف عدم التبريد في الكبين او التبريد طعيف بالتلاجة حاجات دولت اللي احنا هنلقى عليهم وشكرا ونتقابل في فيديو تاني نتعلم حاجات تانية شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة